يا أهلا وسهلا مساء الخير وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ مع جماهير النادي الأهلي يمكن كل الجماهير يعني أو كل الأهلوية يعنيهم بشكل كبير على مباراة سيمبا مباراة بعد بكرة إن شاء الله مباراة الثلاثة مباراة يوم 24 أكتوبر أنت النهاردة بترجع للتمرين مرة تانية وده اللي هنتابعه على مدار حلقة النهاردة وركز عليه بشكل كبير إزاي الأهلي هاستعد لمواجهة سيمبا يوم الثلاثة والأهم من ده وده السؤال المفترض أنه الناس كلها عايزة تعرف في الإجابة عليه إزاي هيظهر الأهلي قدام سيمبا في مباراة العودة كل الأمور بتقول إنه الظروف مهيئة عشان ما نديش الأمور أكبر من حجمها فرص الأهلي أفضل بكتير من فرص سيمبا تعادوا الإجابة اللي حققوا النادي الأهلي في تنزانيا في دار السلام والأهم من ده إنه سجل هدفين أعتقد إنه هما يقربونها بشكل كبير لكن القصة أكبر بكتير من سيمبا واحد طبعا عينينا على التأهل ده الأهم في الفترة اللي جاي لكن عودتك النهاردة للتدريبات وحالة الأهلي اللي يظهر عليها إن شاء الله في مباراة التلات اللي جاي مهمة جدا لتمنت يام تكاد تكون حسيمة خد بالك إحنا النهاردة بنتكلم على مهاجة سيمبا يوم 24 في تمنت يام إذا ما نجحنا إن شاء الله في تخطي عقبة سيمبا وهي عقبة بالمناسبة هو أحد يفتكر إنه المباراة سهلة سيمبا جاي هنا وتصريحات مدربه روبرتيني وأوليفيرا بتقول إنه جاي حق نتيجة إيجابية في مصر يقدر طبعا يقدر الفريق عنده إمكانيات وظهر بشكل أكتر من ند للنادي الأهلي في مباراة الزهاب هتقول لي سيمبا فريق ملوش تاريخ هتقول لي كرة في تنزانيا لا تقارن بكرة في مصر أو إنه اسم سيمبا في أفريقيا من زي اسم الأهلي منتفق معك تماما لكن التسعين دي العرض الملعب كل حاجة فيها وردة وبالتالي مهم جدا جدا التعامل مع 48 ساعة اللي جايين والأهم من ده هو المنافس المحتمل إذا ما تخطى الأهلي سيمبا نبارح تابعة الحقيقة مباراة سانداونز وبيترو دي لواندا أو بيترو أتليتكو زي ما بيقولوا عليه فريق سانداونز كما هو الحقيقة فريق رغم نغير عدد كبير جدا من اللعبة وفي وجوه كتير ظهرت معاه لأول مرة لكن الحقيقة شخصية سانداونز كانت حضرة في المباراة واللي ما تابعش واللي ما عارفش يمكن الشخص الأول كان سانداونز مش هو سانداونز نعرف لك الشخص الثاني الحقيقة يعني تحول رهيب تقدر تقول كه السيناريو مشابه للسيناريو الأهلي وسيمبا تقدر تقول إنه ضربة الجزاء ضياحة بيترو أتليتكو في بداية المباراة كانت يعني اللي ضع يقبل زي ما بيقولوا كانت يعني عامل أساسي في تحول نتيجة المباراة بالكامل لصالح سانداونز بالمناسبة أنا ما قلت لكمش نتيجة سانداونز تمكن من إحراز هدفين في الشخص الثاني وتغلب على بيترو ديلواندا بنتيجة 2-0 في مباراة الزهاب اللي في أنجولا مباراة العودة هتكون في بريتوريا في جنوب أفريقيا وبالتالي قطعا يعني صعب قوي إنه سانداونز يكون برا الحسابات بتهيالي سانداونز تأهل بالفعل أو عمليا يعني لدور الأربعة وبالتالي هيكون عندك معاد إن شاء الله إن شاء الله إذا ما نجحت كل التركيز على مباراة سينبا بس أنا ببص على الثامنة يام اللي جاي تبتكلم على 24 وبتكلم على 29 أكتوبر وبتكلم على 1 نوفمبر يعني من 24 لـ 1 أكتوبر عندك بإذن الله 3 مطشوات في منطقة القوة أولهم سينبا ولابد إنك إنت تخلص مع سينبا الأول عشان تفكر بعد كده في سانداونز لكن اللي عايز أقوله إنه الثامنة يام اللي جايين عندنا فيهم ثلاث مباراة لا يحتملوا التهاون لا يحتملوا عدم التركيز لا يحتملوا الهفوات أو الأخطاء بأي شكل من الأشكال لأنها هتكون أو هتكلفنا فطورة صعبة جدا إحنا مشهد النهاردة الفريق بيرجع للتمرين وشكل الأهلي في مباراة سينبا يوم الثلاثة يبدو إنه هيكون فيه تغييرات كبيرة جدا المعلومات اللي عندي قبل الحلقة إنه معظم لعابة الأهلي بما فيهم اللي غابوا عن مباراة الزهاب ممكن يكونوا جاهزين بشكل كبير والقرار في النهاية هيكون لمسر مارسل كورن